المجال المغناطيسي داخل الملف اللولبي الأهداف أن يحسب الطالب المجال المغناطيسي داخل ملف اللولبي نموذجي أن يذكر أهمية هايبرلوب دبي لتحديد اتجاه المجال المغناطيسي داخل ملف اللولبي نستخدم قاعدة اليد اليمنى بحيث تشير الأصابع إلى اتجاه التيار ويشير الإبهام إلى اتجاه المجال قانون المجال داخل ملف اللولبي نموذجي بي تساوي ميو زيرو إن آي بحيث تشير ميو زيرو إلى معامل النفاذية المغناطيسية للفراغ وتشير إن إلى عدد اللفات لكل وحدة طول وتشير آي إلى التيار الكهربائي المار في الملف يمكن حساب إن من خلال قسمة عدد لفات الملف اللولبي على طول الملف اللولبي تطبيق رقم واحد ملف لولبي فائق الموصلية عدد لفاته 10 to the power 3 لفة وطوله 40 سنتيميتر إذا اعتبر الملف طويلا بالنسبة لنصف قطره فاحسب التيار الذي يسري فيه للحصول على مجال مغناطيسي مقداره 1 تسلا داخل الملف مخطط الحل المعطيات إن عدد اللفات وتساوي 10 to the power 3 لفة L طول الملف ويساوي 40 سنتيميتر B المجال المغناطيسي ويساوي 1 تسلا المطلوب التيار الكهربائي الحل علينا في البداية إيجاد N وتساوي N مقصومة على L وبالتعويض تساوي 2.5 times 10 to the power 3 وأما عن المجال المغناطيسي فيساوي Mu0Ni باستخدام قانون المجال المغناطيسي نعيد ترتيب حدود القانون لإيجاد التيار فيصبح القانون I تساوي B مقصومة على Mu0N وبتعويض الأرقام نجد قيمة التيار الكهربائي تساوي 318.3 Ampere تطبيق رقم 2 تطبيق رقم 4 ملف لولبي طويل إذا كان عدد اللفات يساوي 800 لفة في طول 0.5 متر ما قيمة التيار الذي يسري في هذا الملف حتى يكون المجال المغناطيسي عند محور الملف يساوي 5 غاوس مخطط الحل عدد اللفات ويساوي 800 تر طول الملف اللولبي ويساوي 0.5 متر المجال المغناطيسي ويساوي 5 غاوس يجب تحويل المجال المغناطيسي لوحدة التسلا لتحويل المجال المغناطيسي لوحدة التسلا نضرب القاوس ب10 to the power minus 4 فيصبح المجال المغناطيسي 5 times 10 to the power minus 4 تسلا المطلوب التيار الكهربائي للملف اللولبي I الحل علينا إيجاد عدد اللفات لكل وحدة الطول بقسمة عدد اللفات على الطول نجد N تساوي 1600 تر لكل متر ومن ثم نحسب التيار الكهربائي بإعادة ترتيب حدود قانون المجال فنجد التيار يساوي بمقسومة على ميو 0 N ويساوي 0.25 تطبيق رقم 5 يتحرك بروتون بسرعة 5 times 10 to the power 6 meter per second عموديا على مجال ملف اللولبي يحمل تيارا 20 أمبير وعدد لفات الملف اللولبي لكل متر يساوي 2000 turn per meter احسب القوة المغناطيسية المؤثرة على البروتون مخطط الحل السرعة وتساوي 5 times 10 to the power 6 meter per second قيمة التيار الكهربائي ويساوي 20 أمبير عدد اللفات لكل واحدة طول وتساوي 2000 turn per meter شحنة البروتون وتساوي 1.6 times 10 to the power minus 19 كولوم الزاوية وتساوي 90 degree الحل لإيجاد القوة المغناطيسية المؤثرة على البروتون علينا إيجاد المجال المغناطيسي المؤثرة على البروتون في البداية وهو مجال الملف اللولبي ويساوي mu0 ni وبتعويض الأرقام نجد قيمة مجال الملف اللولبي ويساوي 0.05024 تسلا ومن ثم نعوض في قانون القوة المغناطيسية المؤثرة على البروتون فنجد قيمة القوة تساوي 0.402 times 10 to the power minus 13 newton